نحن فريق صغير مكون من أربع أو خمسة أشخاص نعمل هنا في جيبوتي نعمل من هذا المنزل ونعيش فيه منذ خمسة أشهر ويتضمن عملنا إيصال الإمدادات إلى اليمن تتضمن هذه الإمدادات الأدوية والمعدات الطبية واللوجستية حيث تصل إلى جيبوتي من أوروبا أو دبي ثم نقوم بتوزيعها إلى مختلف المشاريع في اليمن تعمل منظمة أطباء بلا حدود في صنعاء الواقع شمال اليمن وتعمل كذلك في عدن وشمال عدن نرسل إمدادات المنظمة إلى عدن بحرا ونسير قاربين أو ثلاثة قوارب أسبوعيا في حين نرسل الإمدادات إلى صنعاء جوا تسافر كذلك طواقم المنظمة بشكل منتظم إلى اليمن جوا ولدينا ثلاث رحلات إلى صنعاء كل أسبوع وواحدة إلى عدن تصل جميع الإمدادات إلى جيبوتي ومن هنا نقوم بإرسالها إلى اليمن إما بحرا أو جوا بأسرع وقت ممكن تسافر بعد أسبوع من الوحرات إلى جيبوتي تسافر بعد أسبوع من اليمن تسافر بعد أسبوع من المنظمة